كما هنأ وزير الداخلية محمود توفيق رئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وأعرب وزير الداخلية في برقيته عن تمنيته بأن يبرك الله العلي القدير جهود رئيس الجمهورية ويسدد خطى للوفاء بمسؤوليته الوطنية لما فيه رفعة الوطن الغالي واستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطني مقاصدها في التنمية والازدهار كما بعث وزير الداخلية عددا من البرقيات لفضيلات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف للتهنئة بالمولد النبوي الشريف كما هنأ رؤساء مجالس أنواب وشيوك والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإمتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسما عسكر ورجال وقيادات وزارة الداخلية بذكرى المولد النبوي ترجمة نانسي قنقر